كوكبنا مليء بالحياة بقدر ما نعلم تعد الأرض الكوكب الوحيد المأهول في كوننا لكن تنوع الحياة على كوكبنا معرض للتهديد منذ سبعنيات القرن الماضي دمرت البشرية ستين في المئة من المخزون الحيواني وموائله الطبيعية في الوقت الحالي تشهد العديد من الأنواع خفاضاً في العدد كما يواجه نوع واحد من بين سبعة أنواع خطر الانقراض لذا حان الوقت لاستعادة التوازن تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر البلدان استنزافاً للموائل الطبيعية ولكن لم يفوت الأوان بعد حيث يمهد الأفراد والمجتمعات الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً الآن بدأت مرحلة الأمل في الجزر البرية البريطانية هناك شعور بحدوث تغيير في جزيرة مال الاسكنتلندية هذا هو عقاب البحر أبيض الذيل وهو أكبر طائر جارح في بريطانيا ويصل طلو جناحيه إلى مترين ونصف المتر هذا الطائر الملكي كان على وشك الانقراض في القرن التاسع عشر كان الفكتوريون يصطدون طيور الطيهوج والحيوانات البرية الأخرى ويربون الأغنام في النجاد الاسكنتلندية غير أنهم لم يرغبوا في وجود حيوانات مفترسة بالقرب منهم وكان على رأس أولوياتهم التخلص من عقبان البحر بيضاء الذيل أطلقت النار على آخر عقاب بحر أبيض ذيل معروف في النجاد الاسكنتلندية في جزر شتلند في عام 1918 ما يستطيع البشر فعله أمر مخجل حقاً ولكن بعد عقود من العمل الجادي والتفاني عادت هذه العقبان وهي الآن تتكاثر كانت هذه مهمة كرس لها حياته ديفيد سيكستن ورفاق دربح بعد عدة محاولات فاشلة نجحوا في إعادة توطين هذا العقاب في البراري خلال السبعينيات بفضل تفانيهم المستمر تم إنجاز واحد من أكثر مشاريع حماية الأنواع نجاحاً في العالم بين عامي 1975 و85 جلبت من النار وجع شرط طيور سنوياً سراحها هكذا بدأت الحكاية لكن لم يكن لهذه الطيور أقران في البرية لتتعلم منها وعلى الرغم من نجاح عملية إعادة التوطين إلا أن الأمر استغرق عشر سنوات حتى تمكن من رؤية أول تكاثر ناجح لزوج من الطيور في جزيرة مال لقد كنت محظوظاً بأن أعمل لدى الجمعية الملكية لحماية الطيور عندما غادر أول صيغار العقبان عشه عام 1985 كنا هنا لحماية الأعشاش من جامعي البيضي خصوصاً والذين ساهموا بشكل كبير في انقراض الطيور قبل مئة عام لقد كان لي شرف معايشة هذه اللحظة الفريدة كنا نجلس حينها أمام خيمتنا الصغيرة وشاهدنا مغادرة الفرخ لعشه ورغم معاناتنا من أسراب البعوض ورذات المطر إلا أننا كنا حين ذاك أسعد الناس في البلاد لقد كان ذلك أول فرخ من نوعه يطير في سماء بريطانيا منذ أكثر من سبعين عاماً لا يزال نسل هذا الطائر يعيش حتى اليوم في جزيرة مال وقد تم وضع عدد قياسي من البيض عام 2021 كان ذلك أكبر عدد من فراخ العقبان الذي يمكنني تذكره أما هذه السنة فقد غادر الأعشاشة عشرون فرخاً وهذه نتيجة استثنائية عندما تفقس الفراخ من بيضة بهذا الحجم تكون ككرة ريش أصغر من راحة اليوم وفي غضون عشرة أسابيع تصبح عقباناً مكتملة النمو ويصل طول أجنحتها إلى مترين ونصف المتر وهذا معدل نمو هائل تغادر العقبان أعشاشها عندما يكتمل نموها وبعد ذلك تبدل ريشها لكن حجمها لا يتغير في البداية يكون لون ريشها بنياً داكناً ورؤوسها بلون الشوكولاتة أما عندما يكتمل نموها بعد خمس سنوات فتصبح رؤوسها صفراء فاتحة ومنقيرها صفراء لامعة وذيولها بيضاء براقة تظهر قصة نجاح جزيرة مال في الحفاظ على هذه الطيور من الانقراض أن التغيير ممكن عندما تتضافر الجهود ولكن حتى اليوم لا يزال الخلاف مستمراً حول الطريقة الصحيحة لحماية الطبيعة أحد أسباب انقراض عقبان البحر بيضاء الديل كان الخطر المزعوم الذي تشكله العقبان على الثروة الحيوانية في الجزيرة فالعقبان طيور جارحة وستفترس بالضرورة بعض الخراف كل عام ولكن مخاوف المزارعين مبالغ فيها ويحملون العقبان مسؤولية كل شيء على الرغم من أنها أكلة للجياف فقط ولا تنقض على فريستها إلا بعد أن تصطادها الحيوانات المفترسة الأخرى تراقب العقبان الوضع لتختطف الخروف في الوقت المناسب قد يكون الخروف نافقاً بالفعل أو على وشك النفوق ولكن في كل الأحوال يرى المزارعون العقابة ويلقى باللوم عليه هكذا هو الحال بين البشر والحيوانات المفترسة نتسامح مع الحيوانات المفترسة إلى حد ما ولكن بمجرد تعرضنا لأي نوع من الإزعاج نحاول التخلص منها هذا هو التحدي الذي نواجهه بطبيعة الحال أستطيع فهم وجهة نظر المزارعين لأن ماشياتهم هي مصدر رزقهم ولكننا نحاول إيجاد طرق لإعادة هذه الطيور إلى حياتنا دون تعرضها للقنص يمكن أن يكون توفير بعض مصادر الغذاء البديلة للطيور الجارحة حلاً للمشكلة على سبيل المثال إذا صادف وعششت بالقرب من حضيرة خراث فيمكن للمرء أن يقدم لها ثلاثة أو أربع أسماك يومياً حتى لا تقترب من الخراف ومع ذلك فإن طريقة زراعة الأراضي هنا تتغير في الآوينة الأخيرة الناس يرغبون في القيام بالمزيد لاستعادة النظام البيئي في محيطهم لم يعد تركيزهم منصباً على صيد الغزلاني والطيهوجي أو على تربية الأغنام إنهم يرحبون بعودة عقبان البحر بيضاء الذيل ويسعدون لرؤيتها إننا نشهد اليوم بداية لحقبة جديدة بكل تأكيد تلعب عقبان البحر بيضاء الذيل دوراً مهماً في السيطرة على الحيوانات المفترسة الأخرى وفي الحفاظ على توازن السلسلة الغذائية وبالنسبة لمجتمع جزيرة مال النائية فإن هذا الطير الرائع يجلب أيضاً فوائد اقتصادية مدهشة فقطاع السياحة المتعلق بعقبان البحر بيضاء الذيل يجلب حوالي خمسة ملايين جنيه أسترليني سنوياً للمنطقة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي الكبير الذي تحتاجه الجزيرة لا يجب التقليل من التأثير الإيجابي للطيور على رفاهية الناس وعلى نفسيتهم بعض الأشخاص يذرفون الدموع لرؤية عقاب يحلق في سماء موطنه الطبيعي وهذا برأيي يعادل في قيمته كل الأموال التي تجنى من خلاله لن ينسى ديفيد أبداً أول لقاء له بالعقبان في جزيرة مول خلال الثمانينيات لقد رأيت أول عقاب بحري عندما كنت في إجازة هنا حينها رأيت طائراً ضخماً يحلق فوق بحيرة بينما تهاجمه مجموعة من الغربان المقنعة بقي يصيح في الهواء ثم حلق عالياً فوق قمة الجبال لقد أسرني هذا المشهد لم يتراجع ديفيد للوراء وبدأ حياته المهنية الأبدية في الجمعية الملكية لحماية الطيور في عام 2003 تم تعينه مسؤول حماية في جزيرة مول وهو المنصب الذي بقي متمسكاً به حتى يومنا هذا أنا في غاية السعادة لأن مشروعنا حقق هذا النجاح سعيد أن نقدم لإنجلترا ما قدمته النيرويج لنا في السبعينيات حيث كان لدى النيرويج عدد كبير من عقبان البحر بيضاء الديل وتبرعت لنا ببعض المئات منها يتمتع نسل هذه الطيور بصحة جيدة لدرجة أننا نستطيع إطلاق بعضها في جزيرة وايت لذا تحلق الآن أعداد منها فوق الساحل الجنوبي والغربي لإنجلترا أنا فخور حقاً بمشاركة جزيرة مول في هذا المشروع يجب أن نخصص مجالاً في حياتنا لهذه الحيوانات التي تنتمي فعلاً لهذا المكان نحن من تسبب في انقراضها دون سبب وجيه وفي النهاية نرغب اليوم جميعاً في تحقيق نفس الهدف وهو ريف غني ومتنوع بيولوجياً ما زلت أستمتع كثيراً بمراقبة هذه الطيور أقوم بذلك لساعات كل أسبوع وهو جزء من عملي أيضاً علي أن أعرف مكانها ونشاطها وما إذا كانت آمنة كنت سأراقبها حتى لو لم يكن هذا هو عملي لأنني أستمتع بذلك في الثمانينيات جئت إلى هنا مع صديق مقرب لقد توفي هذا الصديق لكن من خلال عملي ما زلت أشعر بارتباط به بعد ذلك أحضرت زوجتي لرؤية الجزيرة فوقعت في غرامها وكانت العقبان بالتأكيد أحد أسباب ذلك نشأت بناتي في جزيرة مول وكانت العقبان جزءاً من حياتهن أيضاً لذا فعقبان البحر بيضاء الديل تشكل حقاً جزءاً لا يتجزأ من حياتي بل هي جزء مني أعتذر أنا مدين لها بكل شيء حقاً يمكن للطبيعة أن تساعدنا بطرق غير متوقعة تقارير العواصف الشديدة أصبحت شائعة في جميع أنحاء العالم وإذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع فقد يتعرض ما يصل إلى 51% من سكان العالم لخطر الفيضانات الكارثية لكن أحد الحيوانات قد يكون قادراً على المساعدة إنه القندس الأوراسي يمكن أن تساهم هذه الثديات شبه المائية في تعافي الطبيعة في بريطانيا وتجعل الريف أكثر مقاومة للتغيرات المناخية القنادس حيوانات مهندسة بالفطرة بقطعها للأشجار وبناء السدود فهي تقوم بتحسين جودة الأنهار فتتدفق المياه ببطء أكبر وهو ما يساعد على تنقيتها وتخزينها إن هذا يخلق موائل حيوية جديدة للعديد من الحيوانات البرية في الماضي كانت القنادس تستوطن جميع أنحاء المملكة المتحدة ولكنها انقرضت قبل أربعمائة عام بسبب الصيد للحصول على لحمها وفرائها وغددها المفرزة للروائح لكن نجحت برامج مدينة بلماث في إعادة توطين أولى القنادس في بيئتها الطبيعية السابقة ويرجع الفضل في ذلك للتخطيط التقدمي لمجلس المدينة تم إنشاء محمية طبيعية بمساحة ستة هكتارات لإعادة الحياة البرية في محمية طبيعية غابوية قديمة تحيط بها مجمعات سكنية عندما يكون المرء داخل حظيرة لا يشعر بأنه في مجمعات سكنية بل في وسط البرية إنها محمية طبيعية كبيرة يمكن فيها للحيوانات البرية أن تعيش مع بعضها البعض في ويآم يوفر للسكان والحيوانات بيئة طبيعية أكثر تنوعا بدأ جو بيستويك العمل في مزرعة بول قبل خمس سنوات قرر جو بيستويك إعادة توطين القنادس في المنطقة بعد أن ألهمه أحد الأفلام وصلنا الآن إلى نقطة سنزفت فيها الحياة البرية لبلدنا إلى حد كبير لذا من واجبنا استعادتها حيث ما كان ذلك ممكنا ومجديا قبل حوالي ثلاث سنوات اجتمعنا وبحثنا سويا في إمكانية تحرير القنادس في هذه المنطقة لم تكن مهمة سهلة من الناحية اللوجيسية إلا أننا كنا مفعمين بالحيوية ومصممين على تنفيذ تلك الفكرة بعد فترة استشارات طويلة حقق شغفهم وتفانيهم ثماره في نوفمبر عام 2020 تم إطلاق قندس ذكر واحد داخل حضيرة مسيجة مبنية خصيصا لهذا الغرض كان ذكر القندس ذاك أول قندس يعيش في هذا الوادي بعد مرور أكثر من أربعمائة عام وبعد بضعة أشهر انضمت إليه أنثى عندما أطلقنا الأنثى في الحضيرة عاشت في البداية منفصلة عن الذكر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ثم رأيناهما يسبحان معا في البركة لندرك حينها أنهما تزوجا ويعيشان في نفس الجحر الأنثى هي قطعا الأكثر سيطرة وتتحكم في كل شيء كانت الأنثى تنتزع العصية من الذكر وتقطع الشجرة وتبني الجزء الأكبر من السد لذا فهي الزعيمة ويتبعها الذكر في كل مكان يمكن أن يصل وزن القندس الأوراسية إلى 38 كيلو جراما وهي أكبر بكثير من الغرير على رغم من عدم مهارة هذا الحيوان في البحث عن الطعام على اليابسة إلا أنه مهيء تماما للحياة في الماء بفضل وجود طبقة مقاومة للماء فوق عينيه وذيل يشبه مجداف القارب هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن القنادس تتغذى على الأسماك لكنها حيوانات تتغذى على النباتات فقط تجرد القنادس الأشجار من لحائها وتأكل شيئا من الطبقة السفلية يسمى الكامبيوم الوعائي وهو في الأساس عبارة عن شريط سكري يغطي كامل الجذع كما تأكل القنادس أيضا كمية كبيرة من الغطاء النباتي مثل العليق والسرخصيات والشجيرات إنها تتغذى على كل النباتات التي تصادفها يعيش زوج القنادس معا مدى الحياة وقد اشتذب الوافدان الجديدان اهتماما كبيرا بين الصغار والكبار على حد سواء داخل المجتمع بسبب عمله المتفاني تجاه هذه الحيوانات اكتسب جو لقب رجل القنادس القنادس تعني لي كل شيء إنها حيوانات رائعة إنه لأمر مدهش أن تراقب حيوانا يقوم من تلقاء نفسه بأعمال كثيرة للحفاظ على البيئة وتؤثر عليها بشكل كبير يمكن لحيوان واحد فقط حفر قنوات وإنشاء سدود وتغيير مجرى الأنهار بل يمكنه أيضا إعادة تشكيل نظام بيئي بأكمله وهذا ما يجعلها حيوانات فريدة ولذلك ينبغي حمايتها وتشجيعها على الانتشار بطرق منظمة بقاء القنادس على قيد الحياة كان هاجسا الأساسي كنا نخشى أن يقتحم شخص ما بيئة القنادس ويؤذيها لذلك قمت بنصب كاميرات لمرقبتها بطريقة منتظمة القنادس حيوانات ليلية إلى حد كبير مما يعني أن الكاميرات التي نصبها جو توثق أنشطتها الليلية وترصدها على مدار الساعة للتأكد من سلامتها أتابع آثارها بكل بساطة إذا لاحظت أنها قضمت شجرة أو بدأت في بناء سد أو جمعت أغصانا في مكان ما أقوم بتثبيت الكاميرات أحصل على أفضل اللقطات عندما أحاول أن أتنبأ بما تخطط له القنادس يمكن لجو أتعرف على التغيير في المحيط البيئي بعد بضعة أشهر أحد الأهداف الرئيسية كان تقليل الفيضانات بالاعتماد على سلوكيات القنادس إذا كان لدينا مجرى مائي متدفق بشكل متسق مثل هذا المجرى الذي يبلغ طوله 600 متر ثم شيدت القنادس به سدا فسنحصل على منطقة تتدفق فيها المياه بسرعة كبيرة ومنطقة أخرى بها مياه راكدة نوعا ما وحينها سيلاحظ المرء فرقا واضحا بين المنطقتين نظرا لأن القنادس تبني عددا من السدود التي تقطئ تدفق المياه وتحفر بركا وقنوات تستخدم كخزانات للمياه فيمكن أن يتم استيعاب الأمطار في حالة حدوث عصفة كبيرة وبالتالي ستقل كوارث الفيضانات ومع ذلك فإن الطريق نحو كوكب أكثر برية قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع ضربت المنطقة عصفة شديدة لتتخذ حكايتنا منعطفا حزينا لقد تسببت أمطار طفانية في إلحاق أضرار جسيمة بالحضيرة بينما تمكن كلا القندسين من الفرار لجأ الذكر إلى مكان قريب ولكن للأسف نفقت الأنثى لو عاش القندسان هنا لفترة أطول لحظيه بمزيد من الوقت لبناء السدود وإبطاء تدفق المياه ولكانت النتيجة مختلفة تماما يظل جو وفريقه ملتزمين بالمشروع ويعيدون بناء السياج بتصميم جديد أكثر متانة إنهم يأملون في استقبال القندس مرة أخرى في المستقبل القريب سيكون إرثاً رائعاً للقنادس في مزرعة بول إذا حذت السلطات الأخرى حذوها في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم غالباً ما يقتصر مفهوم استعادة الطبيعة إلى حالتها الأصلية على الأرياف على الرغم من أن كل أشكال الحياة على الأرض تعتمد على المحيطات تتكون المملكة المتحدة وأيرلندا من أكثر من ستة ألاف جزيرة وتعتبر المياه المحيطة بهذه المجتمعات الساحلية أساس الحياة للكثير منها الدكتورة آيلا هوتسون عالمة أبحاث والمياه المحيطة بالساحل الغربي لإسكتلندا هي موطنها وشغفها يعد أرخبيولو هيبرديس أحد أروع الأماكن في المملكة المتحدة وأوروبا كلها إنه مكان ذو تنوع حيوي هائل ويرجع سبب ذلك إلى تضاريس طبيعية المتفردة إذ تجدون الكثير من القنوات العميقة بجوار المياه الضحلة المياه الباردة غنية جدا بالعناصر الغذائية عندما تطفو هذه المغذية على سطح الماء يسمى ذلك تدفق المغذيات وتشبه فاعليتها حينها الأسمدة التي تغذي الأراضي الزراعية هناك تنوع هائل في الحياة على طول أرخبيول هيبرديس وهو ما يجعله مكانا مميزا هذه المياه غنية بالعوالق الحيوانية بدءا من الكائنات الدقيقة ووصولا إلى الأنواع الأكبر مثل القناديل البحرية تكاثر العوالق هذا يتسبب في سلسلة مذهلة من الأحداث التي تجذب الكائنات الحية الأخرى لتتغذى عليها تجذب العوالق الأسماك مثل الأسقمري والرنجا والصابوغ والرماليات الرماليات هي شريان الحياة في جزر هيبرديس لأنها غنية بالدهون وهذا يجذب كل الطيور البحرية والحيتانة والدلافين وتجذب أيضا الأنواع التي أدرسها عن كثب القرش المتشمس بطولا يصل إلى عشرة أمتار يعد القرش المتشمس ثاني أكبر أسماك القرش في المحيطات إذ يعود إلى هذه السواحل كل عام مما يجعل هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق جذبا للقرش المتشمس في العالم يتغذى القرش المتشمس على العوالق الحيوانية ويقوم بتصفية ما يصل إلى ألفين طن من مياه البحر في الساعة عبر خياشيمه التي تعمل كأنها مصفات ضخمة تبحر هذه المخلوقات اللطيفة ببطء على طول سطح المحيط الأمر الذي جعلها في الماضي هدفا سهلا للصيد لقد كانت صيدا سهلا للصيادين المستعملين للرماح لأنها تعيش على سطح الماء مباشرة وتتحرك ببطء شديد يحتوي كبد القرش المتشمس على زيت السكوالين الذي استخدم سابقا كمصدر طاقة لمصابح الزيت لحسن الحظ تم حظر صيد أسماك القرش هذه في بريطانيا في تسعينيات القرن الماضي لكن آيلا تعتقد أن الأسماك الحالية لا تزال بحاجة للتعافي من الاستغلال السابق تعيش أسماك القرش هذه لفترة طويلة جدا لأن نموها يستغرق وقتا طويلا حتى تصل إلى حجمها الأقصى نظرا لأنها تقضي جزءا صغيرا من حياتها على سطح المياه فنحن ما زلنا لا نعرف إلا القليل جدا عنها لا تزال حياتها التي تقضيها في أعماق المحيط لغزا حتى بنسبة لأولئك الذين يدرسون منذ فترة طويلة حياة عمالقة البحر الرائعة هذه نحن نعرف أن أسماك القرش المتشمس تعود إلى مياهنا كل صيف وتطفو على السطح لتتغذى على العوارق الحيوانية بعد ذلك تغوص مجددا ويمكنها السفر لآلاف الكيلومترات والغوص لآلاف الأمتار لكننا لا نعرف ما تفعله في الأعماق بالضبط لم نوثق لتزاوجها بطريقة علمية قط ولم يرى أحد ولادة قرشا متشمسا في موئله وقد بدأنا للتوم البحث لفهم حياة أسماك القرش المتشمس خارج فترة غذائه قد يكون فهم عادات تكاثر أسماك القرش المتشمس وأنماط هجرتها مفتاحا لحمايتها من المخاطر الخفية لتغير المناخ ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتلوثها بالإضافة إلى تهديد السلاسل الغذائية عوامل تؤثر على التوازن الحساس لنظم بيئتنا البحرية تعتبر أسماك القرش نوعا أساسيا وتلعب دورا مهما للغاية في النظام البيئي النظام البيئي البحري يشبه آلة تعمل بشكل دقيق للغاية حيث من المفروض أن تدور جميع التروس حتى تعمل بقية أجزائها وبالتالي فإن وجود تجمعات كبيرة لأسماك القرش المتشمس يدل على وفرة الغذاء وهذا مؤشر توفر نظام بيئي صحي أما إذا لم تكن أسماك القرش موجودة فهذا يعني أن الآلة لا تعمل بشكل صحيح في هذا الموسم حدث تغير مقلق وغير متوقع في مياه بحر هبريديس أسماك القرش المتشمس المعتادة على العودة كل عام لم تظهر في أي مكان كما لا يوجد تفسير نهائي لحدوث ذلك لكن ينبغي لهذا الحدث أن يذكرنا جميعا بمدى هشاشة هذه الموائل الحيوية كادت آيلا وفريقها أن يفقدوا الأمل في عودة تلك الأسماك حتى حالفهم الحظ في وقت متأخر من بعد ظهر أحد أيام شهر أغسطس رصدوا سماكة قرش متشمس وكانت تلك أحد اللقاءات القليلة هذا العام ترجمة نانسي قنقر شعرت بالارتياح لأنه من النادي رجدا أن يرى المرء سماكة القرش المتشمس فقط في شهر أغسطس وهو نهاية الموسم شعرت بالفرح لأن ذلك يشير إلى أن أسماك القرش لا تزال موجودة وأن النظام البيئي يعمل كما ينبغي السباحة بجوار حيواناً بهذا الحجم هي ربما أكثر التجارب المؤثرة التي يمكن أن يمر بها الإنسان إذ يشعر المرء بأنه صغير جداً وتافه وفي نفس الوقت يمنحه ذلك فجأة وعياً مختلفاً تجاه ذاته تركز أسماك القرش المتشمس بدقة على طعامها إذا أبحثنا بهدوء على سطح الماء فإنها بالكاد تلاحظ وجودنا لذا فإن الأمر يشبه فتح باب عالم سري يكون فيه المرء مجرد مراقب تقربنا من هذه الأسماك لا يعني فقط فتح نافذة على عالم هو في العادة مغلق أمامنا بل هي فرصة للوصول إلى الماضي لأننا نراقب هنا حيوانات تعيش على كوكبنا قبل البشرية بوقت طويل جداً وهذا ما يجعل الأمر مميزاً للغاية يشعر المرء بالذهول عندما يفكر في التأثير الذي يحدثه الإنسان على بيئتنا لقد عشت على هذا الكوكب ما يقرب ثلاثين سنة وخلال هذه المدة تراجعت أعداد أسماك القرش بنسبة 71% تقريباً في جميع أنحاء العالم ويعود ذلك بشكل أساسي إلى صيد المفرط الممارس في البحار وبسبب اختراقنا لنظامها البيئي أصبحت غالبية أنواع أسماك القرش مهددة بالانقراض في الوقت الراهن قضت أيلى حياتها كلها بجانب البحر فقد فتح الغوص عينيها على هذا العالم الخفي بالنسبة لي إنها تجربة ساحرة أشعر بذاتي الحقيقية عندما أكون تحت الماء عندما أغوص لا أفكر إلا في تلك اللحظة إنها تجربة ساحرة حقاً حينها لا تزعج المرأة رسائل البريد الإلكتروني ولا يأبه لأمر هاتفيه المحمول لذا فهو يطفئ بشكل تلقائي كل تلك الحياة على الأرض ويصبح منغمساً بالكامل في هذا العالم المختلف كلياً لقد اجتزت بعض أصحب الأوقات في حياتي من خلال وجودي في المحيط بشكل منتظم هذا أمر مهم جداً بالنسبة لي هناك سبب وراء تفضيل المصابين بالصدمة أو الذين مروا بأوقات عصيبة لاستعمال الماء كعلاج طبيعي ونفسي تستحق بحارنا الحماية لأنها فريدة من نوعها على مستوى العالم غابات عشب البحر مثلاً ليست جميلة فحسب بل هي مخازن ضخمة للكربون كما أنها مناطق حاضنة للأسماك الصغيرة وتحمين من العواصف هذه كلها أشياء تنفعون بالإضافة إلى أنها تلعب دوراً داخل النظام البيئي البحري علينا حماية أشياء كثيرة ويجب أن نقوم بالكثير من الأعمال كحطوة أولى يجب أن نظهر للناس ما سنفقده من موائل إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها الإصلاح البيئي لعالمنا الطبيعي موضوع معقد إذا أردنا أن نتطلع إلى المستقبل ونستعيد ما فقدناه فعلينا أن نأخذ في الاعتبار مصادر العيش واحتياجات الإنسان في جميع أنحاء العالم أما إذا تمكننا من إيجاد حلول توافقية وسبل للتعاون المشترك فإن النتيجة قد تكون مثمرة ومذهشة على حد سوى مشروع رائد في جزيرة والاسي في إنجلترا هو أفضل دليل على إمكانية تحقيق ازدهار منسجم للبيئات الحضرية والموائل الطبيعية في عام 2008 في إطار مشروع كروسريل في مدينة لندن تم حفر أكثر من ثمانية ملايين طن من التربة لإفساح المجال أمام بناء خط مترو جديد تحت الأرض في العاصمة وبالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطيور تم إنشاء مساحة رطبة واسعة على الساحل باستغلال ثلاثة ملايين طن من أتربة تلك الأرض المحفورة وهو المشروع الأكثر ابتكارا من نوعه في شمال أوروبا بسبب ارتفاع الأرض فوق مستوى سطح البحر تم إنشاء منطقة مد وجزر جديدة بمساحة 115 هكتارا من المستنقعات المالحة والسهول الطنية هذه المنطقة الواسعة من الأراضي الرطبة المليئة بالجداول والبحيرات المالحة والمراعي تدار حصريا من قبل الحيوانات المحلية ذوات الأربعة أرجل وبالنظر إلى ارتفاع منسوب المحيطات الذي يهدد سواحل المملكة المتحدة فإن هذه المناطق الخاصة لن توفر الحماية من الفيضانات فحسب وإنما ستوفر أيضا موائل متنوعة وغنية بالأنواع ستفيد الحياة البرية والسكان على حد سواء أصبحت جزيرة والاس الآن موطنا لمجموعات كبيرة من الطيور المحلية والمهاجرة وتحولت إلى محمية طبيعية ذات أهمية دولية تتدفق هنا النوارس والخرشنوات بأعداد كبيرة بالإضافة إلى الطيور الخواضة الشتوية والطيور البرية في أشهر الصيف تعشش الطيور مثل طير النكات الذي كان مهددا سابقا بالانقراض في بريطانيا في المنطقة المحمية تعتبر عودته واحدة من أنجح قصص الحفاظ على الطبيعة في السنوات الأخيرة أثناء بحثه عن القشريات والددان يحرك طير النكات من قاره المميزة والمقوسة إلى الأعلى تحت الماء من جالب إلى آخر أثناء خوضه في المياه الموحلة طريقة فعالة جدا عندما لا يمكن رؤية ما يوجد تحت سطح الماء تتزاوج الطيور خلال موسم التكاثر فقط وتشتهر طقوس تزاوجها بأناقتها قد تكون هذه الطيور أنيقة وراقصة لكنها معروفة أيضا بدفاعها الشرسي عن مناطقها ترجمة نانسي قنقر يلاحظ هذا السلوك العدواني بشكل خاص خلال فترة التزاوج عندما يتعين عليها حماية بيضها وفراخها بعد ساعات قليلة من فقس البيض تتمكن الفراخ الصغيرة الناعمة من إطعام أنفسها تحت مراقبة والديها ولكن نمو ريشها لا يكتمل إلا بعد عدة أسابيع المستنقعات المالحة كهذه لا تستضيف عددا لا يحصى من الحيوانات البرية فحسب لكنها توفر أيضا حماية فعالة من الفيضانات بقيمة مليار جنيه يثبت نجاح هذا المشروع أنه يمكننا إيجاد حلول مفيدة للصناعة والبيئة في بعض الأحيان يجب أن نفكر بطرق جديدة ومنعشة سيتحتم علينا إطعام 9.8 مليار شخص بحلول عام 2050 لذا سنواجه تحديا غير مسبوق متمثلا في تلبية الطلب المتزايد على الغذاء مع الحفاظ على الطبيعة في نفس الوقت لحسن الحظ يجد بعض الناس حلولا غير ضارة بالأرض نشأ جيمس فوكس ديفيز في مزرعة في مقاطعة شرابشير دفعته الرغبة في الاهتمام في الإنتاج الغذائي المستدام إلى العودة إلى جذوره الزراعية ولكن هذه المرة كرس نفسه لتربية الأحياء المائية عندما أسأل عن وظيفتي فعادة ما أجيب بأنني أزرع الأشياء في الماء عندما عرضت مزرعة للمحاري للبيع في كورنوال وجد جيمس نفسه في طليعة الزراعة المستدامة الاستدامة أصبحت موضة وحديثة الأصر لكنني أحاول فهم المعنى الحقيقي للاستدامة بالنسبة لي تتمثل الاستدامة في كيفية إنتاج البروتين الضروري للحياة دون أن نؤثر سلبا على البيئة تعود زراعة المحار على سواحل بريطانيا إلى مئات السنين على الرغم من الشكل التقليدي لهذه الزراعة وتأثيرها المحدود على البيئة يواجه المزارعون صعوبة في التوسع تواجه زراعة المحار التقليدية مشكلات عند زراعة المحار والمحار البري في قاع النهر أو في منطقة ساحلية في بريطانيا يجد المرء نفسه بالقرب من المصادر التلوث لا يمكن ضمان جودة المياه في محيط السواحل بنسبة 100% ومع ذلك كلما ابتعد المزارع عن الساحل تحسنت جودة المياه عند زراعة المحار على بعد بضعة كيلومترات عن الساحل تتم الزراعة في بيئة نقية يقوم جيمس بزراعة المحار باستخدام تقنية تم تطويرها في نيوزيلندا تسمى نظام الخط الطويل والقطارة تجمع بذور المحار البري من البحر لتنمو على حبال معلقة مثبتة بحبال في القاع نترك المحار البرية ينمو لبعض الوقت ثم نسحبه من مياه البحر عندما يصل حجمه إلى مستوى معين يتم فرز المحار ويوضع في جوارب من القطن العضوي القابل للتحلل ثم يعاد تثبيته على الحبال حيث يترك لينمو حتى وقت الحصاد بعد سنة ونصف السنة تقريبا تقوم الطحالب بتصفية المياه وتتغذى على العوالق وجزيئات الطحالب كما كشفت الأبحاث الحديثة أن مزارع المحار هذه لها تأثير إيجابي على البيئة المحيطة بها قامت إحدى الجامعات البريطانية على الساحل الجنوبي لإنجلترا بدراسة تأثير مزارع المحار على بيئاتها المحيطة واكتشفوا أن المحار ليس مجرد مخبأ فحسب بل يعتبر مصدرا غذائيا للعديد من أنواع الأسماك وهو ما يغني التنوع الحيوي للبحار أحد المعايير التي يجب مراعاتها عند مناقشة موضوع الاستدامة هي الأثار المترتبة على هذه المحطات الزراعية فماذا سيحدث للبيئة عند تفكيك هذه المزارع؟ بعد ثلاث سنوات فقط لن نجد أي أثر لها لأنه لا تتبقى أثار دائمة على النظام البيئي لا يقوم المحار بتصفية المياه فحسب بل يحتجز أيضا الكربون في أصدافه وبالتالي يمنح مصدر البروتين الطبيعي الغني هذا أحد أقل البصمات الكربونية لأي طعام مزروع ينمو المحار البعيد عن التلوث بسرعة وغالبا ما يكون أكبر حجما من المحار المزروع بالطرق التقليدية عند مراقبتها تحت الماء سترى أنها تفتح أصدافها وتتغذى باستمرار وأحيانا تصبح سمينة لدرجة أنها لا تستطيع غلق أصدافها بالكامل عندما نخرجها من الماء وهذا يعني أنها تتغذى جيدا وتتمتع بالصحة الجيدة مع زيادة عدد سكان العالم يعتقد جيمس أن زراعة الأحياء المائية يمكن أن تكون وسيلة مهمة لتخفيف الضغط على منتج الأغذية أصبح من الواضح لنا جميعا أننا بلغنا حدنا الأقصى فيما يخص الثروة السمكية وهنا يأتي بكل بساطة دور تربية الأحياء المائية هناك حاليا تقنيات لم تكن موجودة قبل خمس سنوات تتيح لنا زراعة معظم المأكلات البحرية وجميع أنواع الأسماك على اليابسة يعتقد جيمس أن مربي الماشية التقليديين سينشئون مزارعهم المائية الخاصة في المستقبل لن يكون ذلك جنونيا كما يبتلان ربما سيكون ذلك أحد المجالات التجارية إلى جانب الأغنام والأبقار سيزرعون الجنبري وبعد عشرين سنة سنتساءل عن عدم تفكيرنا مسبقا في هذا الأمر وحينها سيبيع المزارعون الجنبري بطريقة التي يبيعون بها لحم أغنامهم في الوقت الحالي سيتضح قريبا إلى أين ستأخذنا هذه التقنية الجديدة قد تصبح بيئاتنا الحضرية موطنا لمزارع البحر في المستقبل القريب لتتمكن بحارنا من التعافي وفي بعض المدن يتم بالفعل تطبيق طرق جديدة لإنتاج الغذاء بنجاح يتم تطبيق ذلك في أماكن غير متوقعة استلهمت شركة Growing Underground اللندنية الناشئة من مدن أخرى حول العالم تقنية الزراعة العمودية في غرف مغلقة تحت الأرض والتي تفتقر إلى ضوء النهار الطبيعي بفضل مصابيح ليد الموفرة للطاقة وتقنية الزراعة المائية المستغنية عن التربة فإن هذا النوع من الزراعة لا يتأثر بالطقس ولا بالتقلبات الموسمية تزرع هذه المزارع سالبة الكربون منتجاتها على مدار السنة باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100% وبمياه أقل بنسبة 70% كما تحتاج لمساحة أقل بكثير من التي تحتاجها الزراعة التقليدية في الحقول المفتوحة هذه الخضروات الدقيقة تزرع دون الحاجة إلى المبيدات وهي مغذية بأكثر من 90 مرة بالمقارنة مع الخضروات التقليدية كما يستغرق نموها أسبوعين فقط يمكن لمثل هذه المزارع التي تقع مباشرة أسفل المدينة الصاخبة توصيل منتجاتها إلى الشركات والمنازل بعد أربع ساعات من الحصاد ينتج هذا النظام الدوري الفعال حلولا مبتكرة لإعادة استخدام الطاقة المهدرة يمكن تسخير الحرارة الفائضة عن ناطحات السحاب لتدفئة مزارع المدينة مما يجعل التجمعات الحضرية موقعا ممتازا لإنتاج الغذاء نظرا لأن 80% من طعامنا سيتم استهلاكه في المدن بحلول عام 2050 فإن تطبيق تقنيات الزراعة الحضرية الجديدة قد يساعد المزارع الريفية على التعافي ومن ثم العودة إلى الطبيعة وعندما تصبح الأرض بعيدة عن التدخلات البشرية فستجد الحياة البرية طريقها إليها حتى ولو كان ذلك لبضعة أشهر فقط في السنة أصبحت جزيرة سكومر في ويلز محمية طبيعية تجذب في كل فصل ربيع بعض الكائنات المائية المميزة إلى شواطئها مثل الببغاء الغطاس بعد قضاء الببغاء الغطاس عدة أشهر في البحر يعود إلى اليابسة خلال موسم التكاثر إنه مشهد متناغم بشكل مثالي يعود حوالي 450 ألف طائر من الببغاء الغطاس سنويا إلى السواحل البريطانية كما هو حال العديد من الطيور يجد الببغاء الغطاس طريقه كل مرة إلى نفس الموقع ويبقى هذا لغزا محيرا لنا تعتبر جزيرة سكومر الويلزية ملاذا رائعا للطيور التي تبني أعشاشها على الأرض والتي تشكل مستعمرات ضخمة على المنحدرات يبدأ الببغاء الغطاس في التكاثر في سن الخامسة تقريبا ويعيش عادة حتى سن العشرين ومع ذلك فببغوات جزيرة سكومر تعيش عمرا قياسيا يصل إلى 38 عاما تتزاوج هذه الطيور قبل عودتها إلى اليابسة وغالبا ما تتزاوج مع شريك واحد مدى الحياة تقترب الطيور من بعضها بملامسة مناقير بعضها البعض وهو سلوك يشار إليه ببالينغ أي فارك المناقير على عكس الطيور الأخرى يبني الببغاء الغطاس جحور تعشيش تحت الأرض حيث تضع الأنثى بيضة واحدة فقط يقوم كل الوالدين بحضانة البيضة وعندما تفقس يتقاسمان إطعام الطائر الصغير الرماليات هي غذاؤها الأساسي وبما أن الفرخ يأكل حتى ثمان مرات يوميا لا يتوقف الوالدان عن إطعامه هذا عمل جماعي حقيقي لكن الخطر يتربص بها في كل مكان بينما تحلق بعض الببغوات باطمئنان تطير الأخرى بقلق عائدة إلى العش تكون الفراخ في مأمن في أعماق جحورها لكن الوضع يبدو مختلفا فوق الأرض تتربص النوارس بالوالدين عند عودتهما للعش بآخر صيد فهي في بحث دائم عن فريسة سهلة لإطعام صغارها نظرا لأن الببغوات الغطاصة تبني أعشاشها بالقرب من السواحل فهي تصل بسرعة لأعشاشها لمنع أي هجوم بعض الأحيان يكون من الأفضل لها الاختباء حتى يزول الخطر وأخيرا أصبح الساحل خاليا من النوارس الببغوات الغطاصة تجيد السباحة بشكل مثير للدهشة فهي تتحرك بسرعة كبيرة في الماء وتستطيع الغوص حتى عمقي 60 مترا لكنها للأسف من الأنواع المعرضة للانقراض في جميع أنحاء العالم وعلى الرغم من تزايد أعداد الببغوات الغطاصة هنا على جزيرة سكومر فقد شهدت أماكن أخرى تراجعا سريعا في أعدادها في السنوات الأخيرة فالببغوات الغطاصة شديدة التأثر بالتغيرات المناخية غير المواتية نظرا لكون المملكة المتحدة موطنا لعشرة في المئة من الببغوات الغطاصة الموجودة في العالم فمن المهم الحد من التغيرات المناخية لمنح هذه الطيور التي يبلغ طولها 25 سنتيمترا فرصة البقاء على قيد الحياة في نهاية شهر يوليو ستكون الفراخ على جزيرة سكومر جاهزة لمغادرة أعشاشها وبذلك ينهي الوالدان مدة الحراسة التي دامت لأسابيع وتغادر هذه الفراخ على شاشها تحت جنح الظلام لتجنب أي خطر ومن دون الأم أو الأب تغادر جميع الببغوات الجزيرة في نفس الوقت لقضاء فصل الشتاء في البحار المفتوحة وإذا حلفها الحظ ستعود مرة أخرى العام المقبل إن الحفاظ على المنظومة البيئية القائمة سواء على الأرض أو البحر مهم بقدر أهمية إنشاء نظم بيئية جديدة ما زالت المملكة المتحدة موطناً للعديد من العجائب الطبيعية لكن الحفاظ عليها على هذا النحو يعتمد على قدرتنا نحن فقط على جزيرة آران الإسكتلندية قضى هاورد وود جزءاً كبيراً من شبابه في الغوص في المياه المحيطة بالجزيرة الغوص يعني للحرية عندما أغوص أشعر بأنني أستكشف أشياء جديدة ولا يوجد شعور يضاهي الشعور تحت الماء أحسن أوقات الغوص هو عندما تكون أشعة الشمس ساطعة حينها تكون الرؤية رائعة وأشعر بأني لا أريد الخروج من الماء إنه شعور رائع للغاية كنت مراهقاً في سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت الغوص في ذلك الوقت لم أكن أدرك قيمة ما كنت أشاهده لأن رؤية ذلك الكم الهائل من السرطانات والأعشاب البحرية والأسماك التي تسبح حولنا كان أمراً عادياً ولكن بعد مرور عشرة أو خمسة عشر عاماً بدأت كل هذه الأنواع التي اعتدنا على رؤيتها تختفي لم يحدث ذلك ببطء بل حدث على مدار عامين أو ثلاثة أعوام فقط لم ندرك في تلك المرحلة أنه قد تم تخفيف قانون الصيد مما سمح بنهب بحارنا بشكل تدريجي كغواصين كان بإمكاننا رؤية ذلك عن كثب في أواخر الثمانينيات كان الصيدون الصغار يبذلون مجهوداً كبيراً لصيد عدد قليل من أسماك الأسقمري وبدأ أنه لم تكن هناك لدى أي شخص نية مواجهة ذلك لذلك تولى هاورد الأمر بنفسه في عام 1995 قام برفقة صديق مقرب ورفيقه في الغوص دون ماكنيش بتأسيس جمعية كوست الخيرية بهدف وقف تدهور الموائل البحرية في جزيرة أران لا يختلف خليج لاملاش كثيراً عن أي خليج آخر في سكوتلندا ما يميزه هم السكان الذين يعملون جميعاً مع جمعية كوست الخيرية منذ 25 عاماً من أجل حماية صحة البيئة البحرية من الصعب إقناع غير الغواصين بحماية شيء لا يمكنهم رؤيته لكن العالم تحت الماء فريد وبري تحت الماء يفوق عدد الحيوانات عدد النباتات وتشكل عدة أنواع مستعمرات مثل الهايدرونيات والمرجانيات الرخوة والحزازيات لقد تعلمت قبل عشرين عاماً من خلال منظمة أبحاث البحر أنها حيوانات وليست أعشاباً بحرية هناك أيضاً أنواع حيوانية تعيش على الشاطئ وتتغذى على الطعام الذي يجلبه المد والجزر لأن الحيوانات التي تعيش على اليابسة لا تستقر باستمرار في نفس المكان يصعب على الناس فهم الفرق بين البيئة البرية والبحرية الرحلة التي شرعوا فيها قبل خمسة وعشرين عاماً لم تكن لضعاف القلوب بصراحة لم ندرك أن الأمر سيستغرق كل هذا الوقت اعتقدنا أن البحر سيتعافى بمجرد أن نمنع الصيد في جزء منه ولم ندرك كما المصالح التي يجب أخذها بعين الاعتبار كان علينا أن نتعلم كيفية الضغط على البرلمان وكيفية استخدام وسائل الأعلام بشكل صحيح كما تعلمنا كيفية مراقبة البحر بالإضافة إلى ذلك كان علينا إقناع الناس بقضيتنا فقط عندما تمكننا من جعل المجتمع شريكاً في المشروع بدأ المسؤولون في التعامل معنا بشكل جدي بعد 13 عاماً من حملة العمل الجماعي أصبح خليج لاملاش أول محمية بحرية في سكوتلندا مدارة من قبل المجتمع المحلي ومنذ عام 2008 تمت حماية مساحة 2.67 كم مربعاً واعتبرت منطقة محظورة بالكامل لا يسمح في هذه المنطقة باستخراج أي شيء من البحر من المنتظر أن يزداد عدد المناطق المحمية في السنوات العشر القادمة إنه شعور رائع حقاً لقد قمنا بهذه التجربة وأثبتنا أن هذه الإجراءات تعود بالنفع على المجتمع والصيادين البيئة البحرية تتحسن بشكل لم أكن أتوقعه وهذه نتائج العلماء وليست نتائجنا لقد اكتشفوا أن المشطيات تنشر نطفها وبويضاتها على مساحة 50 كم مربعاً وهذا أكبر بـ 40 مرة من المساحة خارج المنطقة المحمية يحدث نفس الشيء مع سرطان البحر زادت وفرة الأنواع داخل تلك المنطقة البحرية المحمية بنسبة 80% في أقل من أربع سنوات يظهر ذلك أن البيئة يمكن أن تستعيد عافيتها بسرعة كبيرة إذا حضر الصيد الذي يدمر قاع البحر كما يمكن للمرء ملاحظة التغييرات الأولى خلال ثلاث إلى خمس سنوات وبعد حوالي عشر سنوات يمكن رصد تعاف كامل تقريباً ولكن لن يحدث ذلك إلا إذا اتخذت الإجراءات المناسبة ولذلك علينا تطبيق هذه القوانين في أسرع وقت ممكن لا يجب أن نسمح بأي مماطلات أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لدينا حلول مناسبة لكل من التغير المناخي والاستعادة التنوع البيولوجي لكن لن يتم تطبيق هذه الحلول إلا إذا استمع صناع القرار من السياسيين والقادة إلى الباحثين علينا أن نبدأ بالعناية ببيئتنا بجدية وخاصة بالبيئة البحرية من أجل مصلحة أطفالنا والأجيال القادمة وهذا يساعد في إقناع الناس بالتوجه إلى البحر أود أن أرى المزيد من الغواصين ولكن حتى السباحون يخبرونني بما اكتشفوه في مياه البحر كلما ازداد عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى البحر ازداد عدد المهتمين بالموضوع وبجمعية كوستا الخيرية وزادت رغبتهم في حماية عالمين البحري أمامنا عشر سنوات لتنفيذ خططنا على أرض الواقع لذلك علينا التحرك بسرعة لأنه كلما صمدت بيئتنا البحرية وكانت بيئة صحية كنا قادرين على التعامل بشكل أفضل مع أثار التغير المناخي يجب علينا أن نحسن النظم البيئية البرية والبحرية لتكون أكثر مقاومة حتى الأفراد يمكنهم أن يحدثوا تغييراً أيضاً بدءاً بإزالة قمامة الشاطئ أو التي في القاع عبر الغطس ولكن من الأفضل أن تتم هذه الجهود في مجموعات لأن العمل المشترك يكون أقوى من العمل الفردي العمل الجماعي يصنع الفارق لقد طورت جمعية كوست شبكة كاملة من المجتمعات في جميع أنحاء سكوتلندا نريد أن نمنح المجتمعات صوتاً حتى تتمكن من الدفاع عن مصالح بحارها البحر ملكية عامة ولدينا جميعاً حق إبداء الرأي في الموضوع أما مسؤولية الحكومة فتتمثل في إدارتها للبحار بشكل صحيح ليس من أجلي أو من أجلك بل من أجل أطفالنا مستقبل واعد يكمن في يد البشرية حاز هاورد جائزة جولدمان المرموقة في عام 2015 بسبب انخراطه ونجاحه في إشراك الناس في حماية البيئة البحرية تمنح الجائزة كل عام لستة أفراد من جميع أنحاء العالم لمساهمتهم في إحداث تغيير بيئي إيجابي بمساعدة ودعم مجتمعاتهم المحلية في حفل توزيع الجوائز أدهشني وجود أناس رائعين أشخاص يناضلون ضد قطع الغابات المطيرة يقاتلون ضد الحكومات ويقومون بجهود تفوق كل التصورات على عكس حالتي فقد تعرضت حيات هؤلاء الأشخاص لتهديدات حقيقية من الصعب علي قول ذلك لكن لقد قتل أحد الفائزين الذي عرفته جيداً رمياً بالرصاص بعد تلقيه للجائزة بأحد عشر شهراً لذا فكفاحنا لا يمثل شيئاً بالمقارنة مع أشخاص يخاطرون بحياتهم من أجل حماية كوكبنا أمامنا طريق طويل لكن كما تعلمنا من تجربة لملاش علينا أن نبدأ من مكان ما في جميع أنحاء العالم يسلط الناس الضوء على أزمة فقدان الموائل على اليابسة وفي المحيطات في الواقع أردت أن أنقذ العالم كله بصفتي عالماً شجاعاً غير أنه سرعان ما أدركت مدى سداجتي بالطبع كنت أود فعل ذلك لكن الواقع يصدمك عاجلاً أم آجلاً لكن تبقى هناك طرق للفوز بمعارك صغيرة لتحقيق الأفكار والتصورات على المستوى المحلي بالنسبة إلى ريتشارد شوك سميث فهو يركز على شغفه الدائم بالعالم الطبيعي من خلال عدسة الكاميرا هوسي بعلم الأحياء البحرية سبب احتراف للتصوير خلال الغوص العلمي اكتشفت الكثير لقد كنت شغوفاً بالحياة تحت الماء بحيث أردت بشدة أن أشارك صوري تحت الماء مع الناس على اليابسة يعيش ريتشارد مع عائلته في أرخبيل شاتلند الواقع في شمال سكوتلندا جزيرتنا هي مجرد صخرة صغيرة في وسط المحيط الأطلسي إنه مكان بري ووعر لكنه جميل جزيرتنا تقع على نفس خط العرض الذي يقع عليه جنوب جرينلاند تعتبر المنحدرات والخلجان الصخرية في شاتلند موطناً لبعض أكبر تجمعات الطيور البحرية في بريطانيا بما في ذلك الآلاف من طيور الأطيش الشمالي يشكل الجدار الصخري العمودي موقعاً مثالياً للتعشيش ويوفر الحماية من الحيوانات المفترسة كما توفر المنحدرات الصخرية أيضاً تياراً هوائياً صاعداً يساعد الطيور في الإقلاع والهبوط طائر الأطيش الشمالي هو أكبر طائر بحري في بريطانيا ويمكن أن يصل وزنه إلى ثلاثة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام إنها طيور جميلة بشكل لا يصدق رأسها أصفر ولديها حلقة زرقاء صغيرة حول العين ومنقار كبير مثل طيور القطرس الأطيش الشمالي أحادي الزواج ويعيش الزوجان معاً مدى الحياة تعود الطيور إلى نفس مستعمرة التكاثر عاماً بعد عام وفي كل مرة يجتمع الزوجان يحييان بعضهما بتقطقة من قاريهما معاً تضع الأنثى بيضة واحدة فقط وتفقس بعد خمسة أو ستة أسابيع يتقاسم الوالدان مسؤولية رعاية فرخهما عندما يذهب أحد الوالدين للصيد يحرس الآخر العش المحيطات ضخمة لذا يتحتم على الأطيش الشمالي التحليق لمئات الكيلومترات من أجل العثور على طعامه المفضل أسماك الإسقمري لكن صغير الأطيش لا يترك بمفرده أبداً تبدو مثل كائنات من عصور ما قبل التاريخ وهي تشبه الديناصورات تقريباً تغير ريشها من أبيض ناعم إلى أسود مقاوم للماء والذي يناسب الحياة في البحر خلال الأشهر الثلاثة التالية سيطعم الوالدان فرخهما هريساً غنياً بالزيت هو عبارة عن قيئهما من أسماك الإسقمري والرنجا يتوفر الكثير من الطعام لطيور الأطيش لأن الصيد في أعالي البحار في سكوتلندا منظم بشكل صارم لذا فحياة طيور الأطيش مزدهرة في شيتلند اليوم تزداد أعدادها من عام لآخر بسبب توفر الغذاء والموقع المناسب للتعشيش رغم أن هذه الطيورة لا تواجه مشاكل في التحليق لمسافات طويلة بحثاً عن الغذاء إلا أنها تعلمت بمرور الوقت تتبع قوارب الصيد لتصل بسرعة إلى الأسماك ما يثير الاهتمام في الوقت الحاضر هو أن كل الأنواع تأثرت بطريقة ما بالنشاط البشري من التأثيرات الأكثر يضوحاً هي حبال الصيد والبلاستيك الذي يمكن العثور عليها في أعشاش الطيور تبني طيور الأطيش أعشاشها على الجدران الصخرية شديدة لانحدار باستخدام كل ما يمكن العثور عليه من حولها إذ تعثر في كثير من الأحيان على النفايات البحرية مثل الحبال وشباك الصيد والبلاستيك وقد يكون لهذا آثار وخيمة أضمن لكم بأن كل أعشاش طائر الأطيش في جميع أنحاء المملكة المتحدة تبنى باستعمال القليل من البلاستيك يبدو أن البلاستيك مادة تعشيش مثالية للطيور لكنها تشكل خطراً كبيراً عليها لأن ألسنتها لها أطراف مسننة ويمكن للبلاستيك أن يعلق بها كما لا يمكن للطيور التخلص منه بسهولة في كثير من الأحيان تعلق طيور الأطيش بأعشاشها عندما تحاول الطيران بعيداً عن العش تبقى عالقة به ولا تستطيع التحرر منه وحينها تصبح عجزة تماماً وتنفق بسبب ذلك المسؤولية الكاملة تقع على الإنسان وحده يمكننا تفادي ذلك بسهولة بالتوقف عن رمي البلاستيك والحبال في البحر بطبيعة الحال فهذا الموضوع لا يندرج ضمن الأولويات لأن طيور الأطيش تعيش في أوضاع جيدة ولكن لا ينبغي أن يحدث أي من ذلك في عالم مثالي لقد تم تسليط الضوء بشكل جيد على مخاطر البلاستيك في بحارنا في السنوات الأخيرة غير أن تأثيرها على الحياة البحرية وامتصاصها في السلسلة الغدائية لا يزال قيد البحث لكن ريتشارد يعتقد أننا لا نركز بما فيه الكفاية على أكبر مشكلة تواجه محيطاتنا أكبر المشاكل التي تواجه بحارنا هي فقدان التنوع البيولوجي والصيد الجائر والصيد بالشباك المخروطية وتدمير موائل قاع البحر عندما يسحب مركب صيد الشباك المخروطية على قاع البحر فهو يقضي تماما على الكائنات اللافقارية في الواقع يجب علينا جميعا أن نعمل بجد للحفاظ على التنوع البيولوجي على اليابسة وفي المحيطات ومن ثم سنكون قادرين على السيطرة على مشكلات المناخ بطبيعة الحال كل شيء مرتبط ببعضه البعض في رأيي فقدان التنوع البيولوجي هو المشكلة الأهم ويجب معالجتها في المقام الأول ثم تأتي مشكلة البلاستيك في المرتبة الثانية سواء على اليابسة أو في البحر فإن النظام البيئي المتنوعة أكثر مقاومة ويمكنه التعافي بسهولة من الأضرار التي يتسبب فيها الإنسان أو الطبيعة لحسن الحظ لا تزال المياه المدارة جيدا حول جزر شيتلند تحتفظ بالعديد من المناطق الجاذبة ذات التنوع البيولوجي إنه لأمر مذهش ما يحدث تحت الماء والتفاعل الحاصل بين جميع الحيوانات المختلفة بصفته غواصا متحمسا ومصورا يقضي ريتشارد ساعات طويلة تحت الماء لمراقبة سحر البحر أحد هذه الظواهر هي الرشاقة المذهلة لطيور الأطيش في الغوص أكثر ما يدهشني في طيور الأطيش هو طريقة هبوطها على الماء إنه لأمر مذهش حقا أن ترى طائر الأطيش في الهواء على ارتفاع ثلاثين أو أربعين مترا ثم يرجع أجنحته إلى الوراء ويصطدم بقوة بالماء إن منقاره وجبهته مصممان بشكل خاص لهذا الغرض كما تمتلك طيور الأطيش أكياسا هوائية خاصة تحت العينين وحول الخدين فتحة أنوفها مزدودة كي لا تتسرب إليها مياه البحر وفي بعض الأحيان يمكن مشاهدتها تسبح تحت الماء لها القدرة على الصيد في سرب يصل عدده إلى ألف طائر وعلى اختراق سطح الماء كما لو أنها مئات من التوربيدات الصغيرة وقد تصل سرعتها حينها إلى مئة كيلومتر في الساعة تبتلع فرستها بالكامل وتستخدم أجنحتها وأغشية أقدامها للتحرك تحت الماء قريبا ستضطر فراخ الأطيش لإثبات قدراتها في الغطس ولكن همها الرئيسي الآن هو كيفية مغادرتها للجرف بعد ثلاثة أشهر من الرعاية الكاملة حان الوقت لتنطلق هذه الطيور الصغيرة لتعيش حياتها بمفردها نظامها الغذائي الغني بالدهون يساعدها على النمو بسرعة كبيرة لكنها لازالت غير قادرة على الطيران بعد تحتاج إلى الكثير من الثقة بالنفس لتقفز بعيدا عن الجرف عند القفز من ارتفاع يزيد عن مئة متر لا يوجد ضمان لهبوط آمن للأسف تنتهي حياة بعض صغار الأطيش قبل أن تبدأ ولكن هناك كائنات أخرى تستفيد من هذا الأمر بمجرد مغادرتها للجرف تعتمد على ذاتها تصطدم معظمها ببساطة على سطح الماء ثم تسبح بعيدا في البحر تظل عاجزة عن الطيران خلال الأسبوعين التاليين وتحت رحمة البحر في وقت ما تفقد الكثير من الدهون وحينها تستطيع التحليق مثل أي طائر بالغ وتبدأ في صيد الأسماك الأمر المثير للاهتمام حقا هو أن لا أحد يعرف لماذا تستطيع صغار طيور الأطيش الغوصة بالرغم من أن والديها لم يعلمها ذلك من المحتمل أنها تراقب الطيور البالغة التي تغوص في البحر من ارتفاع ثلاثين مترا وبسرعة مئة كيلو متر في الساعة ثم تقرر أن تجرب ذلك بنفسها أم أنها مهارة فطرية الحيتان القتلة تعلم صغارها كيفية استطياد فريستها وثعالب الماء تعلم صغارها أيضا كيفية الغوص أما الطيور البحرية فلا تقوم بأي شيء من هذا عاش ريتشارد دائما في أماكن برية ووعرة لذا فهو يدرك مدى أهمية الطبيعة للصحة النفسية يمكن أن يكون العالم مكانا مرهقا للغاية لدينا ضغوطات بسبب العمل وأشياء كثيرة أخرى ولكن في اللحظة التي يصل المرء إلى مكان مثل جزيرة نوس يختفي التوتر بالكامل هناك تتوفر للمرء إطلالة رائعة ويكون محاطا بالطبيعة والحيوانات كما يمكنه مشاهدة ثعالب الماء والتجوال عبر الطبيعة وبذلك يتخلص المرء من كل الضغوطات عندما يقف المرء أمام مستعمرات طائر الأطيش في جزيرة نوس تتلاشى كل مشاكله ذات مرة ألقيت محاضرة في إحدى المدارس وحينها رغب العديد من الأطفال مشاركة التجارب التي عايشوها في الطبيعة يكون المرء هنا محاطا تماما بالبرية عندما أنظر صباحا إلى الحقول أجدها مليئة بطيور الكروان وطيور أبو طيط وغيرها الكثير من الأنواع الجميلة سكان جزيرة شتلند متعلقون بشدة بالطبيعة الطبيعة البرية تحكم حياتنا فالبحر يحيط بنا من كل مكان إذا صادف ومرت الحيتان القاتلة عبر ميناء ليرويك يصطف مئة الأشخاص فجأة على الشواطئ لمشاهدتها هناك أمور تثير شيئا في كل إنسان وبرأيي تعتبر الحيتان والحيتان القاتلة إحداها بكل تأكيد ولكن هذا الإعجاب وحده لا يكفي في ضوء النمو السكاني فإن مهمة الحكومات تتمثل في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الكائنات أتمنى لو بإمكاني أن أسافر عبر الزمن إلى المستقبل لألف عام لأرى كيف سيبدو عالمنا ربما سأتفاجأ أن الإنسانية قد توحدت وأصبحت كل الأمور مختلفة ولكن في وقتنا هذا ينبغي علينا جميعا أن نخرج قدر الإمكان للطبيعة ونستمتع بها ونساهم في حماية التنوع الحيوي لدينا القدرة على مداوات طبيعتنا وإعادة بعض الحيوانات التي عاشت على هذه الشواطئ ذات يوم بمساعدتها يمكننا إعادة تشكيل توازن نظامنا البيئي وإعادة الجزر إلى ماضيها البري لدينا فرصة لتوريث الأجيال القادمة كوكبا أكثر استدامة وأكثر تنوعا بيولوجيا وأكثر برية هل يمكن لقصص النجاح القليلة والمهمة هذه أن تماهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا لجميع أشكال الحياة على الأرض؟ الزمن وحده سيبين لنا ذلك لأن صوت التغيير يبدأ وينتهي مع كل واحد منا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر